في الوقت الذي يحتاج لبنان اكثر من اي وقت سابق لحكومة عاجلة تعمل على اخراج البلاد من عمق اسوأ ازمة اقتصادية لم تشهد مثلها البلاد منذ الحرب الاهلية عام الف وتسعمائة وخمسة وسبعين تتأرجح ازمة تشكيل الحكومة اللبنانية بين التعقيدات الداخلية المتمثلة بالصراعات الحزبية والطائفية على المناصب وبين تأثيرات خارجية تشترط تشكيل حكومة لا تخضع كسابقاتها لنفوذ ميليشيا حزب الله رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بات يدرك ما يترتب عليه من مسئولية حيث ان بقاءه مكتوف اليدين سينعكس عليه سلبا ولا مفر امامه الا بتسهيل تشكيل الحكومة بحسب ما اوردته صحيفة الشرق الاوسط الصحيفة اكدت ان الحريري اعد قائمة تتألف من ثمانية عشر وزيرا للدخول في الحكومة المقبلة وان القائمة تراعي المواصفات التي وضعتها المبادرة الفرنسية التي يلتزم بها الحريري مصادر سياسية اللبنانية لفتت لا ان الحريري تجنب الدخول في سجال مع الرئيس ميشيل عون بشأن القرارات التي اتخذها مجلس الدفاع الاعلى التي تخالف الدستور اللبناني اذ انه ليس من وارد الدخول كطرف في المحاولات الجارية لشحن الاجواء الطائفية في وقت يستعد فيه لاستئناف المشاورات مع عون استمرار التجاذبات والصراع بين الاحزاب والكتل السياسية يدفع ثمنه اللبنانيون لا غيرهم لا سيما في ظل الازمة الاقتصادية التي يعيشها البلاد حيث حذر وزير شؤون الشرق الاوسط في الخارجية البريطانية جيمس كليفلي في وقت سابق من ان لبنان بصدد ان لا يتمكن من اطعام نفسه فيما حمل النخبة السياسية الحاكمة مسئولية التقاعس عن ايجاد حلول للخروج من هذه الازمة وما بين هذا وذاك تسود الشارع اللبناني حالة من الترقب بشأن الموقف الامريكي من نفوذ ميليشيا حزب الله بعد تغير الادارة الامريكية بقدوم بايدن فيما يبدو ان واشنطن لن تغير سياستها تجاه الميليشيات المصنفة لدى الغرب منظمة ارهابية بجناحيها السياسي والعسكري الامر الذي يرجح استمرار نظام فرض العقوبات بقوة عليها